في ملحوظة دايما بتأخذ على المنتخبات المصرية انها دايما بتاخد الخطوة بشكل بتأخر يعني ما بنلعبش غير لما يخش فينا جون لم حتى لما نحط جون واثنين نروح مريحين وخلاص عايزين نفضل على كده ممكن نلعب على جون واحد نفضل بقية الوقت هل ده منطق تفكير مديرين فنيين ولا هل ده اتجاه عام وازاي نقدر نتحول الى الكرة السريعة ازاي نقدر يعني نتواكب مع الدنيا عندنا رعيبة كويسين وعندنا مديرين فنيين كويسين طب ليه ما نقدرش نوصل للسياغات افضل وشكله افضل في الاداء الحقيقة احنا محتاجين توحيد السياسة التدريبية في الاندية ده من المسؤول عنه ده مسؤول عنه اتحاد الكرة المصر برضو لان انت لابد ان يكون مدربين الاندية في توحيد سياسة تدريبية وفي تربية للنشب وتربية يعني احنا بكل اسف الاندية المصرية يعني بتعبس بمقدرات الكرة المصرية لان اللاعب لما بيعتزل بيعتبروه مدرب على طول من غير ما ياخد اي دورات ولا اي نوع من التأهيل على طول بيبقى مدرب للناشئين بالرغم ان الناشئ ده هو النواء الاساسية اللي هيوصل في يوم الامل المنتخب فبيبقى تعليمه الكرة القدم الاساسيات كرة القدم ومهاراتها بيبقى تعليم خطأ فبالتالي احنا محتاجين طب ايه نوعات التانية فلن احنا محتاجين سياسة من اتحاد الكرة ان يجبر الاندية ان المدربين اصحاب الخبرات الكبيرة هم اللي يضربون الناشئين علشان نقدر نطلع ناشئ بشكل جيد يعني نقدر نتعلم كرة سريعة يعني اعتقد ده جزء في اختيار المدربين ده اكيد جزئيات تانية برا جزئيات على اللاعب لعب الكرة عندنا لازم يكون عنده طموح وطموح مختلف يعني طموح لعب الكرة عندنا طموح محلي بعض الشيء لازم لعب الكرة عندنا طموحه يزداد ويشوف الكرة العالمية كويس ويستوعب الخطط الجديدة ويستوعب طريقة الاداء الجديدة وطريقة الاداء السريع لانه هو ده السبيل الوحيد للوصول للمستوى العالمي السؤالي الأخير حضرتك متفائل ما مات شو يوم السبت؟ متفائل ان شاء الله لان احنا بنمشي على سطر وبنسيب سطر من بداية التصفيات فان شاء الله السطر الجاي يكون مكسب لمنتخب مصر نتمنى التوفيق لمنتخبنا الأولمبي ونشوفه في تصفيات لندن في أولمبيات لندن أستاذ عمري درديري النقل الرئيسي بالأهرام بنشكرك جدا نورتنا شكرا يا عمري مشاهدينا دي كانت نهاية فقراتنا في نهارك سعيد بكرة هنكون معاكم على الهواء من تسال 11 الصبح مع فريق عمل جديد نشوفكم دايما على خير سلام